عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن تطبيق سريتز. وازاي ازاي نحقق ارباح من التطبيق دوت. طبعا عندنا كزا طريقة. اولا لو حضرتك يعني عادي بتنزل منشورات عادية صور او فيديوهات. ما فيش اي مشكلة. طب لو حضرتك عندك قناة يوتيوب. ما فيش برضو ممكن ان انت من خلال تطبيق السريتز. ممكن اه تحقق ارباح اكتر من اللي انت بتحققها. من خلال طبعا اه زي ما هنشوف دلوقتي بدل ما نتكلم. هنخش على تطبيق سريتز بالشكل ده ادي التطبيق بتاعنا. طبعا معظم الناس دلوقتي يعرفوه خلاص. والتطبيق جديد وكله حمله. وشغالين عليه. وطبعا احنا عارفين ان التطبيق دوت في اول ايامه حقق ملايين التحميلات. ماشي? ادي التطبيق بتاعنا جماعة. اه اول ما بتفتح بيطلع لك ايه السورة دي. طبعا كلكم عارفين ان هو مرتبط بتطبيق انستجرام. يعني لو انت لسه محمدتش التطبيق. هتحمله من جوجل بلايه عاجي جدا. وهتكتب تطبيق سريتز. طيب. اه هنا طبعا عشان تسجل فيه لازم قلنا ان لازم يكون لك حساب في انستجرام. وطبعا بيدم التسجيل الدخول عن طريق اه بياناتك في انستجرام. طيب. انا دلوقتي هحقق الارباح ازاي? النقطة المهمة بتاعتنا. اول حاجة لو حضرتك ما عندكش اي خنازة ما حضرتك شايف بصه. دي صفحة الرئيسية كده تبعته. كل ما تحمل يعني اول ما تفتح التطبيق هتلاقي المنشورات دي. طبعا هنا هتبدأ اه طبعا تنازل اه منشورات ايما صور او مقالات صغيرة جدا. ماشي يا جماعة. لحد متين كلمة مسلا. تكتب لحد متين كلمة او تنازل صور عادية جدا بس بشرط اني طبعا ده تطبيق جديد. فتنازل محتوى حسري يكون لك انت يكون حاجة جديدة. ماشي يا جماعة? طيب وممكن فيديوهات ايوة ممكن فيديوهات ما فيش اي مشكلة. ماشي ويكون حاجة جديدة طبعا ما تعرضتش على اي منصة تانية زي الفيسبوك او اليوتيوب او على مسلا اه التطبيقات الاخرى. ماشي? او على انستجرام. بس يا جماعة ادي الشكل هوت وادي التطبيقات بتاعتنا ادي التحميلات هيت الناس كلها محملة. ادي هي منشورات عادية جدا اما صور او مقالات او فيديوهات. طيب. اه طبعا بس كده لا في طريقة تانية ممكن تربح بها طبعا من التطبيق دوت عن طريق اه عن طريق عرض المنتجات بتاعتك لو حضرتك عندك اه شركة او محل مسلا ملابس او غيره او اي منتجات تانية. بتسوق للمنتجات بتاعتك من خلال هزا التطبيق. ماشي يا جماعة? طيب. ايه اللي انا هعمله تاني? ممكن انا دلوقتي واحد اه تطبيق اه مساء عنده اه حساب قناة في اليوتيوب والقناة دي هات مفعالة ربح. طب هل ممكن يستغل التطبيق دوت? ايوة. التطبيق ده في ميزة خطيرة جدا مش موجودة في الفيسبوك او اي منصة تانية. ايه هي الميزة دي? ان حضرتك بصوا كده. لو احنا دخلنا على اليوتيوب مسلا قناة زي دي كده اهيت. قناة عسام الفراماوي مسلا. عايز دلوقتي اه ازود الارباح عندي او ازود المتابعين والمشاهدات والايه? والاشتراكات. هعمل ايه? هدخل على القناة كده عادية عادي جدا. وحضغط هنا فوق على الصلة بتاعة القناة بالشكل ده. اللي فوق هي يا جماعة. اهي. وحضغط على قناتك. ماشي. دغط على قناتك. عندي بقى هنا ايه المنشورات بتاعتي اللي هي الفيديوهات كلها وكده. مسلا تطبيق زي ده كده. هنعمله عملي مع بعضين يا جماعة اهوت. مسلا تطبيق زي ده كده. هنختاره عفوا فيديو زي ده كده. بس الفيديو بتاقي يا جماعة من دوم من الشروط اللي هي في اللي الفيديو ما يزيتش عن خمس دقيقية. ما يزيتش عن ايه? خمس دقيقية. هناخدوا مسلا على سبيل المسال فيديو ده زي ده كده. حماية الاطفال من المحتويات الغير ملائمة لسنهم. هنعمل كده ونضغط تحت على كلمة مشاركة. ونعمل هنا نسخ الرابط. كده لنسخة الرابط. هنا في ميزة مهم جميلة جدا جدا مش موجودة في ايه تطبيق تاني. ايه هي? ان انا لما بدخل على تطبيق يا جماعة. اه اه اهو. هنطلع هنا اهو. انا دلوقتي عايز انشر القناة دي عايز اخد الرابط ده انسخه. واحطه فين? احطه هنا على التطبيق ده. من دمن المزايا بتاعته يا جماعة. اهو زي مسلا المسألة اهوت اهو. مستجماعة اهي. مسلا فطرت البطاطس بالبيض والبصل. اهي. بصوا من دمن الحاجات المميزة فيه قوي قوي. ان احنا بنعمل ايه? لو دغطت على الرابط اليوتيوب يخدخلك على تطبيق اليوتيوب مباشرة. يعني مش مسلا زي فيسبوك مسلا يقول لك ايه لا يفتح في متصفح. لا. هنا هيدخل اللي يضغط على الرابط بتاعك. على طول كده هنشوف كده على سبيل المسال بصوا اهو. ده خدنا على الرابط ده كده. واهو. وداني مباشرة على تقدر تقدر تعمل اشتراك تعمل لايك اهو بصوا تعمل لايك تعمل اللي انت عايزه. وتعمل اشتراك وكل حاجة. بخلاف الفيسبوك والتطبيقات التانية انك لازم طبعا لازم ايه? لازم يفتح لك متصفح ولازم تعمل تسجيل دخول. هنا طبعا انا دلوقتي هعمل ايه? ادي الصفحة الرئيسية بتاعتنا. هعمل ايه بقى عشان ننزل الرابط دوت بالشكل ده. حاجة في النص هنا عند العلامة دي اللي في النص اهي. اضغط عليها. وهنا بقول لك ايه? اه اه هنا بقى نبدأ ايه? ننشئ مقتطف اللي هو الرابط اللي انا اخدته من قناة اليوتيوب بتاعتنا. اهو اضغط هنا كده ولازق على طول. كده الرابط ايه? نزل معايا. بصوا يا جماعة. بالشكل ده. ادي الفيديو اهو حماية الاطفال من المحتوىات الغير ملائمة في الانترنت. طبعا هنا ده اي حد هيخش على الرابط ده يضغط عليه على ده يعتبر كده منشور بالنسبالة. ماشي? اي حد يضغط عليه هيوديه على اليوتيوب مباشرة مش هيدخله على المتصفح وبعد كده يقول لك سجل الدخول لا. فدي هنا هتساعد اصحاب قنوات اليوتيوب ان هي تزود المشاهدات تزود الاشتراكات وبالتالي تزود ايه? الارباح بتاعتها من خلال التطبيق الجميل جدا الجديد دوت. اه وهنا بصوا انا خلاص كده نزلت الرابط هعمل تحت هنا اضغط تحت هنا نشر. اهو. بالشكل كده. تم هنا ايه? الايه النشر. اهو يا جماعة تم الايه النشر. نعمل كده اهو. اهو. بصوا اهو الرابط بتاعنا اهو. لو ضغط عليه فوق اهو. هيوديك على طول ايه? ليوتيوب مباشرة مش هيدخلك على اي رابط تاني او منصة تانية. وقول لك ايه سجل. ماشي. ده كان بالنسبة يا جماعة للتطبيق السلز. اه قلنا التطبيق ده ممتاز جدا ومهم جدا. وطبعا لسه جديد. فياريت كلنا انتاز الفرصة. ونسجل فيه ونبدأ ننزل منشورات جديدة سواء صور سواء مقالات زغيرة. اه سواء فيديوهات. اه ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم واتحقق به الهدف بتاع حضرتك. وهو زيادة الارباح. وفي نهاية الفيديو بشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.